اهلا بكم اعزائي المشاهدين فيديو النهاردة هنكمل كلامنا عن دايرة حماية الاجهزة المنزلية من الانقطاع المتكرر في الطيار الكهرابي جتنا كتير من التعليقات ان الدايرة مفيدة والدايرة عملية وفي بعض الناس صممت الدايرة واشتغلت معاها كويس ولكن كان في بعض الملاحظات اولا مصدر التغذية للدايرة محتاجين شاحن او محول لتغذية الدايرة اصدقائنا قالوا ان ممكن يتعرض للتلف عند رجوع الطيار بجهد عالي او ان فيه تشوه فيه الموجة وده كلام صحيح وهنشوف النهاردة هنعالج الموضوع ده ازاي ثانيا عند فصل الطيار شحنة المكسف بتنخفض ببطء وده بيتسبب فيه دوء الطيار فصل للحظة ورجع تاني هيكون لسه المكسف مشهون وبالتالي الدايرة هتشتغل والريلي هتشتغل وهيوصل الكهرباء مباشرة للجهاز ازا دايرتنا فيها مشكلة اولا التغذية ممكن تتعرض للتلف ثانيا ان المكسف يشحن ببطء عشان يحدد وقت التشغيل وكذلك بيفرغ ببطء بسبب وجود المقاومة الواحد ميجا اوم وده مش كافية لتفريغ المكسف بشكل سريع والنقطة الاخيرة ليه ما استخدمناش ترانزيستور بدل المسفت وكمان هل الرلي ده بيتحمل تكيف او يتحمل ديف فريزر ولا لا كل الاسئلة دي هنجاوب عليها النهاردة وان شاء الله هنخرج بدايرة ممتازة ومتكاملة وتابعونا بعد الفاصل اولا مشكلة التغذية انه ممكن تتأثر بالجهد المرتفع والتشوق في الطيار انا استخدمت النهاردة دايرة ترانسفورمر لس باور سبلاي بتخرج 12 فولت بطيار مناسب لطيار الرلي الطيار بيكون في حدود 30 ميلي امبير والريلي ده بيعمل ابتداء من 15 ميلي امبير دا الرلي ملفه حساس جدا وبيعمل على طيار يبدأ من 15 ميلي امبير و 12 فولت اذا هنستخدم الدايرة دي للتغذية حد يسألني ليه استخدمنا الدايرة دي وانش هنستخدم شاحن او محول المحول وشاحن معرضين للتلف السريع عند الجهد المرتفع والتشوق في الموجة ولكن دايرة ترانسفورمر لس باور سبلاي زي ما حضراتكم شايفين معانا مكسف 630 فولت دا اول قطعة الالكترونية هتتعرض للطيار اللي داخل وبالتالي 630 فولت امان جدا حتى لو الطيار رجع ب300 او 350 فولت ثانيا الجهد هيدخل على البريتج ريكتفير اربع ديادات 4007 الاصلي بيتحمل حتى الف فولت ولكن في انواع موجودة في السوق ما بتتحملش اكتر من الربعميد فولت او كمان احيانا ال350 فولت فنقضل بالنا بالنقطة دي وموصلين زينار من الموجب المكسف وسالب المكسف لتثبيت الجهد عند ال 12 فولت مال اتش 12 فولت كان فيه 10 وفيه 15 فاستخدمت اتنين 6 فولت او 6 واحد من 10 هيخرجوا معنا في حدود ال 12 ونص فولت دي دايرة هتتحمل اي تشوه في الموجب لان العناصر الالكترونية اللي فيها بسيطة جدا مفيش ترانزسترات مفيش مكسفات كتير المكسف اللي معنا ربعمية وسبعين مايكرو ربعمية وسبعين مايكرو 35 فولت لان الجهد اللي هيكون عليه 12 فولت فقط بسبب تحديد الجهد من خلال الاتنين زينة 12 او 13 فولت وبكده حلينا مشكلة التغذية اولا الدايرة دي امرها الافتراضة طويل جدا ثانيا تحملها للجهد العالي واي نويز بيكون تحملها عالي جدا تمام هنغزي الدايرة طبعا الموجب مع المقاومة مقاومة الشح والسالب مع سورس المسفت هنجرب دلوقتي الدايرة مع دايرة التغذية وكده يبنكون حلينا اول مشكلة هنوصل كابل باور طرف مع المكسف والطرف التاني مع البريتش كابل الباور اهو معنا الافو میتر هنقيس او تبوت الدايرة تشوف كم فولت هنوصل باور ونشوف جهد الدايرة بسم الله الدايرة مخراجة معنا 12.5 فولت هنوصل دايرة باور بدايرة الحماية ونشوف مع بعض هتشتغل هنوصل الموجب مع مقاومة شحن المكسف والسالب مع سورس المسفت وهنوصل الكومن بطرف من اطراف المتين وعشرين فولت طرف التاني مع المتين وعشرين فولت وهنوصل سلك مع النورمال اوبين دا هنوصله بالحمل وطرف هيخرج مباشر من الطرف التاني من المتين وعشرين فولت كده زي ما حضراتكم شايفين دايرة كاملة معنا دايرة التغزية ودايرة الحماية طرف من المتين وعشرين فولت على الكومن وهيخرج من خلال النورمال اوبين عند تشغيل الرلي طبعا هيمر الطيار والطرف التاني من المتين وعشرين فولت مباشر على الحمل ازا طرفين الحمل طرف منهم من خلال الرلي والطرف التاني مباشر هنوصل الحمل هنستخدم لمبة اربعين واط طبعا الحمل اي حمل كاشارة يعني ممكن بعض اصدقائنا بيسألوني في التعلاقات الدايرة دي ما تتحملش اكتر من الاربعين واط او اللمبة الاربعين واط دايرة دي قوة تحملها بيرجع ليه قدرة الرلي وقدرة الرلي اللي معنا مكتوب عشرة امبير لـ 220 فولت. طبعا مش هنستخدمه على احمال 10 امبير ولكن ده ممكن يشغل تلاجة او يشغل ديب فريزر يعني بيسحب في حدود الـ 2 امبير او الـ 3 امبير مش اكتر من كده. ولكن لو هتشغل على الدايرة دي التكيف او حاجة في ريليهات مخصصة للتكيفات بتكون في حدود الـ 50 امبير 80 امبير. فانا بستخدم الاحمال دي كاشارة للتوضيح في الفيديو. كده وصلنا طرفين الحمل. ودايرة معنا. دايرة التغذية. كل حاجة جاهزة. و هنجرب ونشوف و هنوصل باور. بسم الله. الحمل اشتغل او الجهاز اشتغل بعد فترة زمنية معينة. زي ما شفنا في الفيديو السابق. حلينا دلوقتي مشكلة التغذية. فالسؤال التاني هو تفريغ شحنة المكسف بطيئة. وبالتالي عند فصل الباور ورجوعه مباشرة. المكسف هيكون لسه مشهون. والدايرة هتشتغل مباشرة. دا كلام صحيح. واتعالا نجربه مع بعض. هنشيل الفيشة. كده الطيار فصل. وهيرجع تاني. فعلا الجهاز اشتغل مباشرة. لان احنا كنا نصممي للدايرة. للحماية من رجوع الطيار بعد فترة على الاقل اكثر من الدقيقة. اذا تردد الطيار وفصله ورجوعه مباشرة. هتسبب فيه تشغيل الجهاز مباشرة. فهنشوف دلوقتي ازاي نعالج مشكلة تفريغ المكسف ببطء. وان محتاجين الدايرة عند فصل الطيار. ولو اللي ثانية ترجع مدة الديلي او التأخير الزمني مرة اخرى. هنشوف مع بعض في الرسم دلوقتي نقطة بسيطة. لو عندي مكسف. والمكسف ده بيشحن من خلال مقاومة. قيمة المقاومة زي ما موجودة في الدايرة واحد ميجا اوم. وطبعا مصدر طيار اتناشر فولت. زي اللي بنستخدمه مع بعض. وموصلين مقاومة تفريغ طيار. توازي مع المكسف. قيمتها واحد ميجا اوم. طبقا ليه قانون الفولتش ديفايدر او مجزء الجهد. اقصى جهد هيصل ليه المكسف هو ستة فولت. ده اقصى جهد هيصل ليه المكسف. لان المكسف بيشحن من خلال الجهد الموجود في النقطة دي. اقصى جهد هيكون موجود في النقطة دي هو ستة فولت. بسبب وجود مقاومتين متساوياتين في القيمة وبالتالي النقطة المنتصف بتكون نصف الجهد. في بعض الاصدقاء كان بيقولوا ان الجهد لما ينزل من الاثناشر فولت اللي تحت الاثنين فولت هياخد وقت طويل. كلام مظبوط ان هياخد وقت طويل ولكن الجهد مش هيكون اتناشر فولت. هو هيكون ستة فولت طبقا ليه قانون مجزء الجهد او الفولتج ديفايدر. دي اول نقطة. النقطة التانية انا محتاج عند انقطاع الطيار المكسف يفرغ بشكل سريع عكس الشحن. اذا انا محتاج مصارين للطيار. مصار بطيء للشحن ومصار سريع للتفريغ. في النقطة دي طالما نتكلمنا عن مصار الطيار اذا احنا محتاجين دايود. ليه? لان الديود هيحدد لك مصارات الطيار. مصار الشحن هيكون من خلال المقاومة بالشكل ده. ومحتاجين مصار التفريغ يكون مصار مختلف. اذا محتاج دايود يغير لي مصار الطيار. وبالتالي طبعا لازم يكون مصار عكسي. اذا الشحن هيكون زي ما قلنا من خلال المقاومة الواحد ميجا. ولكن التفريغ هيكون من خلال الضيط. طيب. الضيط محتاج حاجة يمرر ليها الطيار. ممكن نوصل مقاومة. قيمتها صغيرة نسبيا بالنسبة لي مقاومة التفريغ اللي احنا وضعناها في بداية تصميم الدائرة. يعني ممكن تكون مقاومة مناسبة لي الاثناشر فولت. ممكن اتنين كيلو. ممكن مقاومة ولد. موصل لد. لد بيان. وفي نفس الوقت عند فصل الطيار هيحدث تفريغ للد. كمان الطيار من هنا موصل بيه كويل الرلي. عند فصل الطيار ممكن الطيار يمر لي كويل الرلي. وبالتالي هيفرق الطيار ده او الشحنة دي في كويل الرلي. اذا في لحظة الجهد على المكسف هنخفض اقل من الاثنين فولت. طيب. تعالوا نجرب ونشوف وصلت لد بين طرفين المكسف على الاثناشر فولت. ومعا مقاومة اللد ده هيكون بمثابة حمل على الدايرة عند فصل الطيار تسحب شحنة المكسف. بدون الدايود التفريغ هيكون بطيء. زي ما قلنا توصيل الدايود عكسي. نخلي الدايود بارز بالشكل ده عشان نكون واضح في الفيديو. هنشوف مع بعض سرعة تفريغ الشحنة ومشكلة رجوع الطيار بشكل سريع. هل هنعالجها بالدايود ده ولا لا? هنقيس الجهد المكسف عند الشحن وعند التفريغ ونشوف هل فعلا سرعة التفريغ هتتغير بعد توصيل الدايود ولا لا? ده الجهد اللي موجود على المكسف حاليا واحد وثلاثة من عشرة فولت. وصلنا باورد الليد اضاء. والشحن. الدايرة اشتغلت عند تقريبا الاثنين فولت. هننتظر. حتى الوصول ليه التلاتة فولت. تلاتة فولت. تعالوا مع بعض نجرب نفس الباورد ونرجعه بسرعة. ونشوف شحنة المكسف والجهد هل هنخفض بالتدريج ولا الدايود هيفرغ الشحنة بسرعة. رجعت الباورد تاني. الجهد زي محضراتكم شايفين انخفض بسرعة الواحد وستة من عشرة. وبعد كده بينخفض بالتدريج لان الليد بيسحب طيار او بيعمل على واحد وتسعة حتى الواحد وستة من عشرة فولت. بعد كده ما بيسحبش طيار لانه مش بيشتغل على الجهد المنخفض ده. وبالتالي بعد الواحد وستة من عشرة فولت بيبدأ التفريغ يكون من خلال المقاومة الواحد ميجا اوم. فقط. حاليا التفريغ من خلال مقاومة التفريغ. ولكن فوق الواحد وستة من عشرة فولت. ده بيكون التفريغ السريع. وده بيكون من خلال الليد. نشوف مع بعض تاني. كهد الشحن بيرتفع. وعنده الاتنين فولت. اشتغلت الدايرة. طبعا ممكن نزود المدة يعني لو حد اول مرة يشوف الدايرة وما تابعش معانا الفيديو السابق. ممكن تزود القيمة المكسف من ميت مايكرو لالف مايكرو. وبالتالي المدة الزمنية هتزيد معاك عشر اضعاف. هنشوف نفصل ونوصل الباور بسرعة. وطبعا تابع معانا جهد المكسف. فصلنا باور ورجعنا تاني. فصلنا. ورجعنا اهو. مفيش اي مشكلة. والحمل معزول تماما عن الطيار ويرجع تاني. والجهاز اشتغل بعد بضع ثواني. زي ما قلنا ممكن نزودها من خلال قيمة المكسف. اتمنى نكون ردينا على كل اسئلة اصدقائنا. اه بصراحة اللي بكون مبسوط جدا لما بقرأ التعليقات اللي بيكون فيها اسئلة اه عن بعض عيوب الدوائر اللي بنصممها. واتمنى نزيد من التفاعل ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. بتنسوش طبعا دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.